تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حافظه الله كرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ألنهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء كرم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الثامنة عشر خلال حفل نظمه مركز أبو ظبي للغة العربية على هامش معرض أبو ظبي الدولي للكتاب ألفين وأربعة وعشرين الذي تستمر فعالياته حتى الخامس من مايو ألفين وأربعة وعشرين في مركز أدنك أبو ظبي رافق سموه خلال الحفل معالي الشيخ سلطان بن طحنون ألنهيان رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب وشهدت الدورة الحالية العدد الأكبر للمشاركات في تاريخ الجائزة مستقطبة أربعة ألاف ومائة وأربعين ترشيحا مع ارتفاع عدد الدول المشاركة إلى أربعة وسبعين دولة منها تسعة عشرة دولة عربية وخمسا وخمسين دولة أخرى وكرم سموه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آلنهيان الفائزين بالجوائز في مختلف فروعها وكرم سموه أيضا مؤسسة البيت العربي في إسبانيا الفائزة بجائزة شخصية العام الثقافية تقديرا لتأديتها دور الجسر الذي يصل بين الثقافتين العربية والإسبانية وجهودها في التعريف بالثقافة واللغة العربية في أوروبا ودول أمريكا اللاتينية اشتركوا في القناة